رمضان جيد بقى ندخل بقى على الفقرة بتاعتنا اللي منتظرينها واللي محضرها لنا باسيم يا سرق ايه الفقرة النهاردة يا باسيم بتاعنا الله يا زمحمد انا عندي النهاردة حاجة هي من زمان جدا عندنا وعايش وكنا يعني لها ذكريات في كل بيت في مصر ويعني بتالف في بلاد كتير في الوطن العربي برضو هنضوم نفس الموضوع انا سافرت كذا دولة كان هنضوم نفس الحاجة دي الهاكلة دي ما زالت حتى الان برضو في بيوت كتير عايش عليها وانا واحد منهم بحبها والدي ووالديته واكيد بوالد محمد الطعمية السخنة الفلافل وفي مناطق اخرى تنتق الفلافل دي في اوروبا مش في مصر ولا في دول العربية بس والله في اوروبا كلتها في اوروبا بجد والله كلتها في ايه في الدنمارك بالله العظيم وتاخد الفلافل ومعها ارنين فلفل طب سؤال بقى تاخد الطعمية ومعها ارنين فلفل لازم طب الطعمية عندهم نفس العجينة بتاعتنا نفس العجينة بس هم حطين عليها حمص زيادة يعني عاملينها زي الشوام زي السوري عندنا برضو اماكن كده اه 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 وطورت الطعمية دلوقتي عن زمان بقيت فيه طعمية مشطشطة طعمية محشية بالخلطة وبتاعتنا دي مغولة من زمان طعمية محشية هي اللي بيبقى فيها شطة أو حرقة من بيها حررة اه 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 بالضبط الطعمية دي بقى اكلت جميع فئات الشعب اه فلحين وعمال ورج اه كله اذا اقول لك كنت بعمل مسرح الكلام ده من سنين طويلة وكنا بنبقى جعانين جدا ومعناش غير اه ربع جنيه ربع جنيه هو كل حالتنا فكنا نعمل ايه الربع جنيه ده كان بيجيب لنا اه في الوقت ده يعني قرصين طعمية ورغفين عيش اه قرصين طعمية ورغفين عيش فكل واحد ياخد قرص طعمية ورغيف عيش ونخلي العيش بضاهره كده ونحط الطعمية بالنصف وعليها شوية ملح ونلف البتاعة كنا بنسميه الصاروخ بقى الصاروخ اه في الديناميد بقى والديناميد والجبس ده الجبس ناكل السندوش اللي احنا عاملينه ده من هنا جبس مفيش جوع لغاية بالليل والديناميد عليه فول وياخد طعمية وعليه فول طعمها غريب كان جميل الطعمية دي طعمها غريب طعمها جميل جدا بسم الله ان شاء الله ما جب بقى يلا مندوه بقى طيب يلا بقى ناكلة محمد مندوه فلاف ماشي بصها جماعة ما جبتنا سالم اه بص عشان بس افتح حالهم بصها جماعة بص شكلها من جوه بقى ايه تلاقيها مغدرة شوية عشان الخضرة بتاعتها تقرمش كده تمنجو تمام يلا يا باسين بقى عشان ناكل جوعنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم بسم محمد رغيفين لأيه انا ااخد رغيف واحد انت الكبير لا انا نص لا ازاي انا يا سيدي انا انا يلا انا انا لجنبو انا ونعم عشان ناكل بعيد عن دقك عشان ما ننخش اكل خش شوية كده تعالا رمضان لشان ما ننخش اكل معنا انا في الاكل دوع الجنبي اه بيقعدني جنبه بيع محمد ناصر بيقعدني جنبه في الاكل عشان بيأكل اكل ايه اه انا انا مش عاوز اقولهم في المصورة عملت ايه ما خلاص احكيت امان انا اعرف اقولهم ايه ده الطبق اللحمة الحاجش حاطه حاطتلي طبق مليان وجميل قدامي اه مالك ده بتاعك وبتاع مالكتش انت غير الطبق ده و تاكل كن ما عايز اكل معاك يا اخي اه عايز اكل معاك كل يا اخو عشان عايزين لبيتك يعني تقوم تعمل حاجبان الله ده السحر عجبتلي طبق تاني خير كتير هناك يا جماعة الحمد لله ضفر لله جماعة طعمية سخنة وموحوحة جميلة وبعدين بقى تحش ان هي فاق بتفكرني بأيام الجبس بتاع زمان ده فعلا اه الله حلوة ابراهيم كلها زيت يا سات ابراهيم ده جيب الطعمية دي من اين فعلا ده زيت عربيات ده حلوة ابراهيم الطعمية دي طعمية جميلة طب بقى اعمر ابراهيم كنت فين طعمية جميلة ام ابراهيم كنت فين انت قول عادي قول عادي احنا اخوات عاديين مع بعض كان بضرب قرص طعمية كان بضرب قرص طعمية طب ما تقولي طب روح اقولي وتعال بضرب قرص طعمية في الصريح جميلة جميلة جدا طيب هل هل يا جماعة لها مسميات تانية غير الطعمية والفراجة لها مساميات تانية غير الطعمية والفلافل لا أم الاسمين اللي أنا عارفهم بصراحة بس في الحياة تانية أنا بسأل هل لها أسامي تانية بس كله الاسم الأساسي طعمية طيب عايز نصري يقول لي بتصنع من إيه يعني إيه مكونات الطعمية الطعمية فضل فول أه ما تشوش يعني إيه فول ما تشوش نوضح ليه فول بيبقى الفول من غير القشة بتاعته ويبقى سومه مستين وبيتنيع في ميا حلوة فول ما تشوش بتنيع في مياه لغاية ميطرة يعني كده أه بيتروح حاطة الفول ده بتاعته ميطرة أه وعليه كرفس كرفس يعني كرفس ده حاجة عشب أخضر نعمل خضرة أه وبتحط عليه بقى البهرات بتاعتك بقى أه كزبرة بقى أه انت وبهراتك الجميلة أه بيقول عليها وخضرة جنب الكرفس ده صاح عامي أبراهيم أه كرفس ما تعرفش عامي أبراهيم عامي أبراهيم بيفطر الكونتيننتل 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 بيفطر الحليب اه مع الكيك الكراسة الكراسة والكيك كده وبعدها روح ده بطنان عصر ليه سود أه بس هي بتشد يعني فيه حاجة بتشد فيها بتاع العربيات الزيت نسي حاجة جوة الزيت ده ولا يه لا بتشحر كمان طعم دي فيها حاجة يا جماعة دي معمولة على مطول العربية على مطول الأصل يعني لش ما فيش حد بتاع الطعمية قريب باهم باهم وتحط بقى الحاجات دي كلها وتتضرب بقى في ايه في الخلط في الخلط او الهند بلندر يعني الحاجات اللي لو في البيت يعني برا هم هم حاجة تبيرة كده بتحطها فيها ايه حاجة اليد دي كان فيها ايد ده من اه النحاسية كده ممكن ترش عليها برضو شوية سمسم من فوق ده بعدين بقى في الاخر وهو بيعملها بيحطها بيده ورحط عليها سمسم من فوق اه ده اسمه الحجر بيقولولي ان هو اسمه الحجر استني حجر صح اه بس هو فيها زيت كتير فهلا ولا هي حلوة لأ هو زيت معمول على هي طعمية زيت معمول على هي طعمية الحقيقة من الأكلات الشعبية الجميلة جدا 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 اللي الحقيقة يعني ده في مصر اساسي اكثر اكلة الفقرة يوما بيقوله كده لكني طراحة اكلة الفقرة والاغنية لانها اكلة لو يمكن استكمنى عنها و تحديدا في الصباح بس احنا نكونها بالليل ده احنا اكونها بالصباح وبالليل وانت الساعات كان بيقول تقولوا ايه حفيفني ان انا أكل طعمية بالليل الله و تبقى بقى عايش فينو وسخن كمان و تحط الطعمية جوا معها حتة بدنجان بدنجان بقى و طماطم طماطم اللي هي مخللة مخللة أنا أمام طماج جاب العايش فينو و كده و طماطم عليه طوم دي و طماطميكين على كده محمد بكل طب تأكل منو سبعين ريجيف مثلا انت مش حاسس طبعا ما ترعيزيها طوع مش هتحس كمان تسح ملنون بقى صدرك بقى مصطور بقى صدرك بقى إيه زيت بقى زيت هو يستخدم الطعمات عامل في البيت ليه؟ عشان الزيت اللي في الشارع برضو انت مش ضم تعمل عليها حاجة كتير زيت مش نضيف انت مش ضمه إنما لما بيبقى الزيت بتاعك في بيتك بيبقى أضمن شواء طبعا هو أنا طبعا أمطح أن تأكل من غير الزيت خالص لا بس هو يمكن في المطاعم اللي بره بيعملوا أكتر من مرة على نفس الزيت صح؟ و كميات كبيرة زي ما بتقول انت نعم لكن تعمل على قدك يعني في البيت هتبقى حاجة خاصة بك ومتعلمش بقى زيت بايت بقى له كم يوم في ايه؟ الله أعلم ده أرزاق برو أنا بعملها في البيت والله بتجيب لحاجة كلها ونعملها في البيت شبا يا جميلة قادي ايه يا عمال يملى تقولين؟ قلت ايه؟ بيملى والله عاوز بقول لك شل لي أرس؟ هو عايزة مش عايزة أفضحه قال لي شل لي أرس شلنا لك نصين هم وقصين أهو جماعة القاضي مخرج البرنامج ينادي نداءاً كبيراً احجزولي قرصة عمية لأنه جعلان بلاش بلاش قط بلاش حاجة من المبارح والله فعلاً بلاش قط لا حلو يعني عقولة لا 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 جميلة أنا ضغط شوية بس هي حلوة هي حلوة بس أنا يعني حزز فيه زغلالة آه بس هي جميلة شويحش خالص ما تخلصوك اللي صحوني انت فينا محمد محمد شوية لب أبيض بقى يا سلام عليك يا سلام عليك يا رمضان شوية لب أسمى سلام يا سلام يلا ناكل على أرض هيزرع هو هيزرع لا هو كده هيزرع هو بيوب دو ماذا معنى هذا الكلام؟ يا جماعة أنا وأنا بعمل كده العيون جاءت إلى طبق اللب الزيت الزيت بس لا